داعش مرة أخرى التنظيم الإرهابي يعود بوجوه وأساليب وعمليات جديدة تذكر العراقيين بأيام ما قبل احتلاله لمساحات واسعة من البلاد وذلك من خلال بث الرعب في قلوب المواطنين الآمنين بالمناطق المحررة بعد هزيمته الكبرى عام 2017 وتحرير جميع المناطق من دنسه التنظيم الإرهابي نشط في عملياته مؤخرا بمناطق نائية من محافظة نينوى وجنوب غربي كاركوك وديالا وجزيرة تكريت في محافظة سلاح الدين وآخرها ما قام به عناصره من هجمات منسقة على منطقتين جنوبي تكريت الهجوم أدى إلى استشهاد أحد عشر عنصرا من الحجد الشعبي وجرح آخرين الأمر الذي استدعى النائب عن المحافظة جاسم الجبارة إلى إطلاق رسالة تحذيرية ثانية خلال أيام إلى القادة والآمرين لوضع خطة جديدة وتكثيف العمل الاستخباراتي لمواجهة الهجمات الجديدة للإرهابيين في عدد من المناطق تأتي خطورة هذه الهجمات في ظل أزمات سياسية واقتصادية أصحية وأمنية يعيشها العراق ليبقى السؤال المهم هل القوات الأمنية العراقية قادرة على مواجهة الإرهاب لوحدها بعد الانسحابات الستة للتحالف الدولي الذي كان لطيرانه الدور الكبير في منع داعش من تحقيق مآربه في المناطق الرخوة أمنيا ترجمة نانسي قنقر